مشاهدين أكيداً منشكر رحب قرقش على هذا التقرير يعني الحوار هو أساس الحياة ودائماً طبعاً لما يكون في حوار وأركان الحوار متواجدة في تعاملاتنا مع الآخرين بتكون الحياة أسهل وأبسط فن الأصغاء طبعاً هو جداً مهم وبيخلينا نعرف نتعامل ونتواصل مع الآخرين اليوم رح نتحدث أكتر عن هذا الموضوع رح تكون معنا مدربة مهارات الحياتية ويسام التلي يسعد صباحك ويسام يسعد صباحك يسعد صباحك يعني بجوز ما تطور العالم صرنا نحس أنه إحنا بحاجة للحوار بحاجة يكون في بناتنا أواصره وأساءل حوار بينه وبين بعضه تفاهم أنواع الحوار شو هي وكيف بتبلش هلأ بداية رح أحكي عن الحوار بحد ذاته عشان نوصل لأنواع الحوار الحوار بحد ذاته هو مطلب مثل ما تفضلت من مطالب الحياة شيء أساسي منذ الأزل هو كان وسيلة الأنبياء لحتى ينشروا دعوتهم مع قومهم مع أنهم بيمتلكوا الحقيقة المطلقة أنهم يوصلوها للقوم لكن استخدموا أسلوب الحوار لأنه مطلب أساسي للحياة لحتى نصل إلى دايما حلول فالحوار اللي هو مطلب أساسي هو حديث بين شخصين أو أكتر إما بنعبر فيه عن آراءنا تبادل آراء معارف أفكار مشاعر كل شيء بنتفاهم فيه للحوار لحتى نصل إلى حل حتى أنه بنكتسب المعلومات والمعارف والأفكار حتى مشاعرنا بتتبادل عن طريق الحوار لكن بشرط بهدوء وبكل احترام مع تقبل الآخر ودون تعصب أو تحيز لرأي معين صح شوفي دائما بحكي أنا أسهل إشي بالعالم تحطي فرضيات وأصعب إشي بالعالم أنك تتبقي هذه الفرضيات على الواقع لأنه فيه أكيد دائما زي ما نحكي تحديات وصعوبات من واجهها إحنا بالحوار زي ما ذكرت أنت الشروط هي أصعب إشي بالحوار كلنا بنعرف أنه أسهل إشي بالتواصل هو أن يكون في حوار سلس بيني وبان الأشخاص بس أني أطبق هذه الشروط هذا الصعب بالمور أكيد أكيد فهل أنواع الحوار أنا حابة أبلش في داخل الأسرة داخل الأسرة أول إشي بدأ أحكي عنه عين الحوار العمودي وهو اللي بيستخدم دائما العمودي خلاني نحكي زي أب و أم دائما بيحكوا من فوق عمودي بيكون من طرف واحد للأسف الحوار بيستخدم بأسرتنا من طرف واحد زي أوامر بدك تعمل ما منرجع أو مننزل حالنا لعقل أطفالنا أو أولادنا أو حتى المراهقين لو كانوا شباب فالحوار العمودي هو من طرف واحد أما الحوار المطلوب هو الحوار الأفقي الحوار الأفقي اللي هي تبادل آيرا تبادل المعارف والخبرات والكلام والمشاعر بين الأطراف في دراسة بريطانية اعتمدت ثلاث أنواع داخل الأسرة أنا عم بحكي للحوار الحوار الأبوي العمودي برضو بيكون من طرف واحد بنشعر فيه نوع من التسلط وفيه الحوار الطفولي الحوار الطفولي إما بيكون هجومي يا عم بدافع عن رأيي يا بهاجم عشان أنا أفرض رأيي فهذا اللي هو شده جزر برضو بين الأسرة اللي هي تفتقد الحوار اللي هي والحوار الناضج اللي هو مطلوب بكل أسرة ومع أي أشخاص أما بعض أنواع الحوار هي كثير يعني اللبنة الأساسية الأسرة وهي الأسرة دائما هي أساس المجتمع هي أساس المجتمع أكيد حكيتي كلمة جوهرية المهمة أنه إحنا في عندنا الحوار التصاعد اللي بيكون إحنا بيكون على صيغة أوامر قده شهد الإشي بفرق في نفسية الأطفال أو نفسية أي شخص موجود أو بتتلقى هذا النوع من الحوار وتأثيره على عالم الخارجي أكيد لما أنا بدي أحكي بالحوار العمودي من طرف واحد أنا عملت كبت للطفل أنا عملت كبت لمشاهره أنا عملت كبت لأفكاره أو كبت لتساؤلاته يعني حتى كبت لتساؤلاته شو الأسئلة اللي عم تسألها أنت روح يعمل تشعر أنه دايماً صيغة الأمر الحوار عمودي لأنه بيكون من طرف واحد أما باقي أنواع الحوار بدي أحكيها بشكل سريع الحوار التسلطي أنه يعني أنا عم بحكي معاك أو أنا صيغتي أنه أنا مش بغض النظر لو مش أو عمري يعني أنت بدك تسديعني المهم أنت تقتنعي برأيي الحوار التسلطي الحوار التسفيهي اللي بيكون أنت عم تحكي فبتلاقيني أنا بختار كلمات زي بستهزئ بستسخف أنا مش عم باخده بعطي معاك في الحوار المغلق أنه أنا أصلاً أنا ما بدي أسمعك والحوار السلبي للأسف هو اللي يمارس في أسرنا وفي مجتمعاتنا وفي دراسة أنه عملت دراسة بريطانية بتحكي معظم مشاكل الأزواج بتكون من التصاعد اللي هي أنا بحكي بصراخ والمصطلحات الغير محبوبة وأيضاً 80% من مشاكل الشباب اللي بتصير في الحوار بتكون عن المصطلحات البديئة والمصطلحات الغير مرغوبة فبتسبب من عمر 12 سنة لحتى 19 سنة عملوا دراسة على فئة من هاي الشباب والمراهقين بتكون من أسلوب الحوار السيئ ما بيكون لهذا بيسمع هذا ولا هذا بيسمع هذا وللأسف المصطلحات الغير مرغوبة هي اللي تمارس في الدارج بين الحوار وهي مشكلة يعني دائماً زي ما حكى كمال الأسرة هي أساس المجتمع فالطفل اللي ما تعود على أسلوب حوار في منزله فهو رح ينشأ ورح يكبر ويطلع على المجتمع هو ما عنده أساسات الحوار فبلشت المشكلة في المجتمع بشكل عام حكينا أنا في شروط إحنا للحوار الصحي وهي هاي المشكلة اللي نفتقدها إحنا بمجتمعاتنا وهي اللي بتعمل مشاكل دائماً إحنا الأسلوب الحلو هو اللي بحل أغلب المشاكل صحيح العصبية وحكينا كمان اللي نحكي الألفاظ الغير محببة بتزيد من حدة الحوار وبتعمل مشكلة العصبية هي أساس المشاكل كيف ممكن الشخص يحد من العصبية حتى نوصل لحوار صحي هلا اللي يحد من العصبية اللي هي في إنجر منجمنت فهاي لحالها قصة ثانية لكن أنا بلتزم بالحوار بحد ذاته يعني أنا جاي أحكي معك هون في لقاء جايين لهدف معين أني أنا أنت تبدي رأيك وأنا عم بسمع رأيك وعم بحكي أنا عم بشاركك أنا مش عم بحكي لك عن الحوار نحن هون عم نتشارك فإذن أنا جايتي هون لهدف صح ولا لا حتى بين الأزواج لما أنا أجي غلطاني بحقك وبيدي أعتذر لك بطلع بمشكلة ما هي بلجت التعاتب ما هي لازم التعاتب هي زعلانة وأنا جاي أعتذر إذن من الأساس أنا وأنا قاعدة أعرف شو هدف الحوار ليش إحنا عم نحكي عم نحكي موضوع اجتماعي عم نحكي حل العالم إثنان من الزوجين بدهم يغيروا عفش البيت إيش الهدف بدي أسمع رأيه طب بلك إنه هو زوجي أنا آه أكست البيت وأنا والبيت للمرة دائما ما بتسمعي يمكن هو الوجهة نظر في بني البنية الأساسية للبيت إنه ما بيزبط أنا أعمل بالركن هون فمن الأساس احترام أراء الآخر إني أنا أكون منصطة مش مستمعة مستمعة إنه هنا أنا عم بسمع أصوات هون وأنا عم بحكي معي ممكن أسمع صوتها مو مركزة لكن أنا أكون منصطة للأسف أغلب مشاكلنا إنه أنا بسمع عشان أجاوب يعني لو أنا كنت عجولة هلأ معيك وأنتي حكيتي أنا محضرة فكرة أنا بسمعيك بدي أجاوب بسمع أول كلمتين صحيح بعقلك يمكن تقولي هي ما فهمتني ما وصلت لها الفكرة ردت علي بشي فأكيد إحنا عانينا من أهالينا منيجي لنحكي بتصرخ علينا يا ماما مش هذا اللي كنت أحكي طبعا أنت ما سمعتيني شكرا فأحنا منن بالضبط أني أنا اليوم بكون بدي أحكي بموضوع بيمسكوا كلمة بيدقروا على الكلمة مثلا لا أنا منسمع عشان نجاوب ما منسمع عشان نفهم شكرا طيب أستاذي وسام إحنا منعرف أن الحياة أسلوب وكل إنسان في هذه الحياة إليه أسلوب وإليه مدخل كيف أحكي معاه يعني فيه شخص بعرفه عصبي ما ممكن كلامي أو طريقة حكي معاه أو استخفافه في الموضوع يأخذها على محمل الجد ويعصب وتصير مشكلة أخذها من بعض الشخص طبعا أنا اليوم كيف بدي أعرف أسليب التعامل مع هاي الناس بالحوار كيف نأدير الحوار بطريقة بناءة أول شيء ببلش مع الشخص العصبي بحاول أجد نقطة الاتفاق بيننا ما بركز على نقطة الخلاف جميل إذا أنا استمعته أنا أنت مثلا حد عصبي وأنا عم بسمع لك جدا فيه لا ما تحكي لك قصبني بعد هيك معناته وبعد الهواء إنه حكي تاني فأنا بدي أول إشي أحتويك أحتويك كيف بالبادي لانجوج تعطي لما أنا أنت بتشعر أني أنا بسمع لك بالآي كونتاكت بدي أعطيك الاهتمام بلغة الجسد بدي أحكي لك أها ما أقاطعك لما أنت بتشعر أني أنا عم بسمع لك في حواسي إذا أنت حكيت شي حزين حتى لغة الجسد في حوار صحيح تخيل أنت حزين وأنا بشوفت إشي تافه أنه قطتك ماتت فأنت بتقول القطة تخيلي ماتت أقول لك آه والله أنت هذا شي لأنك عصبي رح يثير غضبك فأنا لازم أعطيك الرياكشن الصح أقول لك آه عن جد أوه سوري كتير ما حبيت أسمع هذا الحكي منك فأنا فيه تعبير ويجي مش معقول أسمع لك وأنا مبتسمة فمعناته أنا أعطيك لغة الجسد ما أمسك الموبايل تخيل أنت عم تحكي للطماتت وعم برد مسج معناته أنا بدي أتعامل معك بدي أتعاطف كيف أتعاطف أتعاطف بديش أقعد أبكي وأقعد أعمل حالي بتباكي هذا الشي رح يطير غضبك أنا بدي أسمع لك بلغة العيون بدي أسمع لك بلغة وجهي أنت عم تحكي شي حزين بدي أنا أكون منسطة بدي أعطيك لغات في أنا في أشياء لازم أحكيها أبقين لك أني أنا عم بسمع آه آه يعني بس تنتهي آه أصدق حكيت أنه هيك هيك صار معك يعني الاحتمام بالوضوع اللي عم بحكيت بدي أحتويك في لغة الجسد بالأسئلة اللي أنا بدي أطرحها وأعيد بعد ما أنت تنتهي كلامك أعيد مقاطع معينة هذا الشي رح يثبت لك وإذا شعرت أنه أنت في نوع من الشخصاني ما أجي على طول أثير غضب عفوا بس أنا ما فهمت أنت أصدق حكيت واحد اتنين ثلاث حتى في الشي اللي أنا ثار غضبي بقدر أطرحه بطريقة لذيذة بطريقة محترمة بطريقة تخليك أنت ما تعصب عشان أنا يمكن أنا أسأت الفهم يعني يمكن أنا فهمتك غلط فأجي أقول لك أنت أصدق لما حكيت أنه أنت السبب أصدق أنت حكيت علي أنا السبب فأنت بتيجي بتقول لي آه بأعصبي بدأ أجي بقول لك هان باجي بوضح لك معناته التعاطف أنا بكل إحساسي صحيح يعني جميل في حالة تم تطبيق هذا الحكي بالواقع فعلا الحياة بتصير أبسط بسام بس زي ما حكيتي برضو كمان من الشروط اللي جدا مهمة في الحوار هو تقبل الآخرية أنه ما يكونش الشخص منغلق لأنه يعني أنت تحوري مع أي شخص لما تشوف في الطرف الثاني هو مش متقبل كلامك ولا بسمع كلامك ولا يثق برأيك ولا شايف حتى وجهة نظرك أنت مقبولة هو بديهيا مش رح يستمر الحوار بطريقة صحية بسطة رح يكون حوار مغلط النوع المغلط دي مهم تقبل الآخرين هلأ شوفي الاختلاف بيننا منذ الأزال منذ وجود الإنسان طبيعي كتير أنا أكون مختلفة معك بأفكاري يمكن بديانتي بمعتقداتي عاداتي تقليدي الاختلاف بحد ذاته مو غلط بس الغلط أني أنا ما أتقبل الاختلاف في ناس فاهمين أنه أنت بدك تتقبل الاختلاف يعني أنت حكيتي شيء أنا لازم أقتنع فيه تقبل الاختلاف أني أنا أحترم وجهة نظرك مش مطلوب مني أقتنع بكلامك يمكن أنا أسمعك وأسمعك للآخر أسمع وجهة نظرك وأعترف فيها الاعتراف بحد ذاته بالاختلاف هو تقبل في ناس بقولك أنا مو مضطرة أقتنع أنت مو مضطر فعليا أنت مو مضطر تقبل الاختلاف أني أنا أآمن بوجودك كإنسان بمعتقداتك وعاداتك وتقاليدك وجهات نظرك ومطلوب مني أنا أسمعك باحترام وأشهد لك أنه أنت هذا رأيك لكن مش مطلوب مني عشان الناس فاهمين تقبل الآخر أني أنا بدي أتقبلك بمعتقداتك صحيح واتبنى معتقداتك اللي عم تفرض لا أنا أآمن بوجودك هلأ كثير في طوائف غلط أنك أنت ما تقتنعي فيها هذا حق وما أتبنى لكن ما تتبني فكرتهم هذا اللي يعني أنا حرة بأفكاري لكن تنتهي حريتي عندما تبدأ حرية الآخر نعم نحن هنا الجملة دائما نحكيها بس مش منطبقها ما منطبقها اليوم بدنا نصيحة ممكن تكون خلينا نحكيها بداية العلاج لكل شخص بينه وبين حاله كيف أتعامل بأسلوب حوار صحي لأنه أنا إذا كان أسلوب حواري صحي أحرتاح أنا قبل ما يرتاح الشخص صحي أكيد فكيف أنا اليوم بإمكاني أدير حوار بشكل صحي ويعود عليه بكل راحة وأوصل فكرتي بكل سوية خلينا أني تذكر ما قولت الشافعي اللي هي أنا كلامي خطأ وقابل للصح وكلامك صح قابل جميل لا لا الخطأ هاي أول شي يعني مثل أنا أخوي هلا في أمريكا وعم تشتي عنده الدنيا ليل وأنا عندي الدنيا نهار يجي يقول لي لي راني عليها أجي أقول له بس الدنيا نهار يقول لي لا الدنيا لين وانتي عارفة موعد نومي هو صح وأنا صح صحي هاي مشكلتنا إنه إحنا ما بنحطها لنا أول إشي التعاطف كتير مطلوب والاختيار الوقت الصحيح كتير مطلوب تخيل أنا يجي شخص يتيجي زوجها انتهى من مكالمة هو بقمة الغضب خرب شغله خرب مشروعه وأجي أقول له بس أنت وعتني اليوم أنا أطلع طب هو إحدى المأسات الحوار بيننا اختيار الوقت الغلط مع عدم اختيار الوقت الصحيح أو يجي ابن يشوف الوالدي والزوج والزوجة عم يتخنقوا صوتهم عالي والمشاكل حتى الصحية شوفي اللي بقولك حياتي وردية دايما برضو بيكون فيه إشي غلط بالموضوع الاختلاف صحي بكل أسرة بكل عائلة بكل مجتمع بكل دائرة حكومية بكل دائرة حكومية بس أنا يجي ابن ويجي يقول له بابا أنا هلا بدي أشتري كرة أكيد رح يشوتوا شلوطوا يلزقوا بالحيح مش لأنه الغلط من الأب انت أنا إيه الوقت الصح إذن اختيار الوقت الصح اللي إحنا نحكي فيه لغة الجسد أنا أتعاطف طب ليه أنت هلا حكيت هيك أحط حالي مكانك هل أنت معك حق لو كل حدا فينا حط مكانه ترضى المصطلحات اللي أنت حكيتها أو لا تاني شي دايما لما نتحاور أنا متدايئة منك باجي أنا وياك صحابيا وأنا متدايئة منك ما أجي أقولك أنت 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 دايما لغة الاتهام كتير بكتير غضب لقبالك ممكن أنا أجي أستخدم بلغة الحوار أنا كتير كنت مستاقة منك أنا دايائني تصرفك أنا كنت متوقعة منك بصراحة وأنا مريضة بس مسج أنا ما بدي كل بدي بس مسج تبعتلي كيف صرت اليوم بس تخيل أجي أقولك أنا توقعتك هيك أنت كان لازم تعمل شوف لغة أنت مع هذا الأصبع دايما أصبع الاتهام هاي إحدى الأشياء اللي بتصير الغضب بين الأشخاص سواء أصحاب سواء أزواج سواء أموه يعني شوفي تفاصيل صغيرة فلان هي بتفرق وممكن تعطي انطباع أو فرضيات معينة عند الأشخاص الثانية فالواحد يعني بركز على أشياء صغيرة ممكن فعلا نصير تعاملنا مع بعض أسهل وألطم بسام كثيرا بسطنبوية تواجدك معنا اليوم شكرا إليك كل شكر إليك ويسام يساعد صباحكم كل أهوه